قطاع مهم ما فيه الشتس قطاع الطرق ولي تدخلات مع قطاعات أخرى مختلفة لو هنتكلم عن أبرز ما تم في هذا القطاع خلال السنوات الماضية يعني هو قطاع الطرق جزء من منظومة النقل اللي الدولة تم بيها من 2014 لأن بدون وجود شبكة مواصلات جيدة مش هتقدر تدعم مشروعات تنمية مستدامة أو تجذب استثمارات داخلية وخارجية فطبعا في إطار ما تم في قطاع النقل البري أو قطاع الطرق تم إنشاء محاور جديدة وتم رفع كفاءة وصيانة وتوسعة محاور قائمة وتم دخول تقنيات حديثة يمكن على مستوى العالم ما هيش جديدة لكن هي بالنسبة لنا تجربة بتطبق بشكل جديد وطبعا ده برضو بدعم من الدولة والقيادة السياسية لأن احنا نخوض في هذه التقنيات الحديثة وبالتالي يبقى في عندي فرصة أن أكتسب خبرات لأن أستخدم هذه التقنيات لأن هذه التقنيات بتوفر سواء في الخمات أو المواد أو في التكلفة أو في سرعة تنفيذ مشروعات الطرق فنذكر على سبيل المثال تقنيات إعادة تدوير أو الريسايكلينج ودي برضو تم إدخالها بدل ما كنا بنكسر الرصف الأديم وبنرميه دلوقتي بقينا بنوعيد تدويره ونستخدمه مرة أخرى في طبقات الرصف سواء بتقنية إعادة تدوير بكامل عمق أو ما يطلق عليها الف دي آر وأصبح لدينا خبرات على مدار السنوات الماضية تم من خلال هذه الخبرات وضع ورقة عمل لإضافة مواصفات خاصة بهذه التقنية لتمهيدة لوضعها بالقود المصري للطرق بالإضافة إلى تقنيات إعادة تدوير على البارد أو ما يطلق عليه الخلطات الأسفلتية على البارد اللي هي CIR ودي برضو بقى عندنا خبرات مقبولة في هذا المجال تخلينا نقدر أن نستفيد من مواد الرصف اللي كنا زمان بنكسره ونرميه فأصبح دلوقتي بوفر خماته وبوفر فيه تكلفة الإنشاء موضوع جديد اللي هو استخدام مخلفات البلاستيك في الخلطات الأسفلتية وزارة النقل كانت بتقود هذه التجربة وبيشاركها كثير من الجهات المعنية على مستوى الدولة سواء من وزارة التعليم العالي أو الكلية الفنية العسكرية أو من الهيئة الهندسية القوات المسلحة أو وزارة الإسكان مجموعة عمل كبيرة في الواقع كلهم منهم أدلة بدلوا من أجل الوصول إلى أن نعمل مخلوط أسفلتي بيستخدم فيه بعض مخلفات البلاستيك أو ما يطلق عليه الويست بلاستيك دا يتحمل يا فندم؟ هي الميزة أن بيتم استخدام مخلفات البلاستيك كما لو كانت محسن للخلطة الأسفلتية وبالتالي بيبقى أداء الخلطة الأسفلتية أفضل خصوصا مع درجات الحرارة المرتفعة والأحمال الموجودة أصبحت دلوقتي أعلى من الأحمال التصميمية ونأمل طبعا أن دا يتم تدركه لحقا لما يكون فيه عندي منظومة النقل بالسكة الحديد تكتمل إن شاء الله هيبقى فيه عندي منع كامل للحمولات الزائدة على الشبكة إلى أن دا يتم لابد أن يكون فيه عندي أسفل تقدر يتحمل بشكل ما الحمولات الموجودة ودرجات الحرارة تم تطبيق التجربة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في قطاع طوله تقريبا 500 متر طولي وبيتم مرأبة القطاع اللي تم تنفيذه وإلى الآن بيدي نتائج جيدة وإن شاء الله تعالى إذا تم تعميم هذا الأمر سيكون مناسبة للطرق التي تواجه أحمال مرورية عالية مع نسبة شاحنات أو نقلة إيل مرتفع هيكون دا أنسب لأن الحاجة للصيانة هتكون أقل وبالتالي يبقى العمر التصميمي بتاعه أطول وبالتالي ما يطلق عليه اللايف سايكل قوست أو اللي هو التكلفة على مدار عمر الرصف هتكون أقل وده هيوفر برضو للدولة طيب عظيم جدا